نقول لله سبحانه وتعالى شوقتني إليك بهذا النور يا نور فهل ستقطعوا علي عن النور بعدما وصلتني بالنور إنا هنا لازم أعرف إن أنا ربنا أخدني للتزلل إليه مش عشان أقوله أنا عاوي إزايه فاشترت على الله سبحانه وتعالى ما ينفعش أقول لله سبحانه وتعالى أنا عاوي إزايه لإني الله سبحانه وتعالى لا دعنا لأنفسنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يبقى نعمل إيه بقى عشان نمشي ونخود تجربة سلام بقى السند عشان نعيش سلام السند لازم نعيش بأن الله والسند في جميع أوقاتنا وهو اللي بيدبر لنا حياتنا في كل وقت وفي كل حال وأنا بنصح كل واحد فينا في كل يوم من أيامه ونبتدي من النهار ده يضع يدعو على قلبه ويقول لقلبه يا أيها القلب هل رأيت الرب؟ إن سيدك معك ما ودعك فاذكر أنك في حضرتي ولا تنسى أنه سندك فلا تخف ولا تجزع فإن السيدة معك نقول كده لنفسنا على طول تاني حاجة نعملها دول الوقت لابد أن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء بيننا وبين الله الدعاء اللي أنا قلته ده نقوله في وقت الشد لكن في كل وقت نقول إيه؟ يكون عندك دعاء سر كده على الأقل بتقوله خمس مرات في اليوم بعد كل الصلاة تقولي زي إيه؟ تقولي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي تالت حاجة كل ما تشعر بالخوف من الأحداث أو الناس خذ نفس عميق واستحضر معية الله سبحانه وتعالى قولي عشر مرات الله الله واستشعر أن أنت في حضرة مولاك قول الله ساعتها هتعلم أن الله يذكرك وساعتها هتعرف ما إيه معنى؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب لأن ساعتها يكون هو الذي بدأك بالذكر لأن الله هو الأول في الزكر رابع حاجة كل ما نفسك تخوفك من أي شيء كرر رعاء سلام العيش بالسند وأن الله هو الذي يدبر أمرك ونادي على الله سبحانه وتعالى وقول له يا سلام يا من أنت أقرب إلي مني من كل مخاوفي أمني وبمددك على السير في طريق حبك أعني بلطفك من كل أوحالي اغسلني ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي وأنك لغيرك لا تكني يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين هم territorial اغسلني بلا تonyاء